السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم ازايكم عاملين يا رب كنوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم ويعود علينا وعليكم الأيام بخير النهاردة عامل معاكم كنافة اليدو اللي هي البلدي طبعا المحبين لكنافة البلدي زي ما انت شايفين كده بالصينية يدوية على البتجاز يعني لا تتحط الفرن ولا هتاخد سكر كتير احنا هنا بنوفر معاك طبعا هنا هعمل معاك الكنافة دي بسه اوركو بس حاجة بسطة جدا اهي زي ما انت شايفين كده وشها متحمر ونشف ومن قلبها طريق ومن قلبها الحشوة جميلة جدا زي ما انت شايفين كده مع المشاء الله حاجة جميلة جدا وطعم جميل طبعا مفيدة جدا لللي بيعاني من مراد السكر طبعا ما فعل السكر كتير من غير عزل يعني كولوكوز وبرضو بيتوفر بالسكر وبالمقادير لو مش حابة برضو ان انت تحطي اللي هي المكسرات ما فيش اي مشاكل انا هنا معايا هنا سكر اللي هو عادي عن الحب ومعايا المكسرات المكسرات متوفرة عندك طبعا انا هنا حطيت هنا السمنة طبعا السمنة دي بلدي عشان بيفرق برضو بالطعم وبالريحة زي ما انت شايفين كده معايا هنا السنية طبعا انا شفتها كويس او عمار عشان بيقاش فيها مية عشان لو فاهم مية هتلزق فيها ومش هتتحمل معايا كويس وهنا جبت الكنفة البلدي طبعا الكنفة البلدي تزمن تكون صبحة خلاف الكنفة اليدوي فممكن انت تساعد بمقص لو طلعتها من الفريزر بس الكنفة البلدي استحسن ان هي تكون صبحة ويكون على البوتاجاز ما تتحطش بالفرن او تتعامل بعسل كلوكوز زي ما شايفين كده لو هتقلي بيها بسمنة او بسكر طبعا دي طريقة يدوية دي الطريقة التانية لو عايز حابة ان تتعمليها او تقديمها لضيفك على نظام قطع او صانية زي ما شايفين كده فبتقطعي الكنافة اهي عشان ما تتعجنش معيك وبتفرديها بالشكل دوك بعد ما بتضيف الزيت بأعر الصانية وبتفرديها بالشكل ده بتحسن انتي بتوزعي على الفتاحات وتقفليها علشان لو حطيتي السكر او المكسرات ما تنزلش منك وتشيط في اعر الصانية لما تتحطها النار زي ما شايفين كده بتأكد اني ما فقاش اي فتاحات وبنسك اي حاجة فيها زي ما شايفين كده بنوزعها طبعا انا كده مالتها وابدع بقى انا اوزع معكم هنا مكسرات المكسرات المتوفر عندي زي بيبو وزهيند وزداني او بالشكل دوك بوزعها على الصناية كلها في منتصف طبعا انا خدت نص كمية الكنافة الاول ونص الثاني هضيفه بعضي مع حط المكونات بتاعتي اوزا بقى تعمليها بالسكر بس اعمليها بس يستحسن اني تتعمليها بالطرق ديك او بالرشي حاجة بسيطة من السكر طبعا اللي بيعاني من السكر او السكريات او عامل ضيج فميحب ايه حاجة كده خفيفة من غير السكر فما تكترش السكر يعني ايه حاجة بسيطة على القدي الحاجة بس اللي هي تديها سنة الناكو المسكرة طبعا هنا انا هتحبوب عادي لانهو مع السخنية اي طر معايا وهيبدأ ان هو ايبقى عامل زي العسر زي ما شايفين كده عامل بقى ايه الفراغات اللي هي البقية بالنص الكنافة اللي انا شايلين طبعا ده المقادر كيلو كنافة او زي ما انت شايفين كده على صنيم ايه 24 اهو بالشكل دوق وابدأ اللي نعوزع الكنافة هنا وهينا لحد لما اقفلها بالشكل دوق واتكع عليها علشان اه انا محتاجها لما اجيقلبها ما تبقاش مفردة مني بحيس انيها تبقى متماسكة ايه تتقلب معي على طول بحيس انيها تبقاش تبقى ليسة يعني طرية وكده ما تبقى هدلش مني انا هنا بتكع عليها كويس جدا اهو ومعي بقى زمنة بفردة على الوشي بالشكل دوك اهو بالشكل ده ووزعها طبعا هنا مع السهونة اللي زمنها السيح وهتبقى ايها هتتشرب بقلب الكنافة طبعا ترقى ديك على طريقة امي ربنا انتها الصحة والعافية يا رب اه كانت على طول تعمل عنها انا كنت قعدة برضو ايه ببقى مستغربة يعني انتي دلوقتي اللي هتعملينها السينية بيكون فيها يا دوي طب المفروضة الالي هي اللي بتتعمل السينية وبعدين لو عتعملها السينية محشية بحاجة لازمة تتحطي بالفرن او عاوض مثلا عزها كلوكوز فهي كانت بتعمل عنها بالطرقة ديك على البوتاجاز فالصراحة كان طعمة جميل جدا وانا حبيت ان اجرب الطريقة التقليدية ديك لانها طريقة جميلة جدا وبرضو ما تخدش وقت يعني بخمس دقيق بتعمليها يعني بتلف فيها على البوتاجاز او زي ما شايفين كده انا بحركها يعني اتأكد ان فيها السمنة من تحت يعني هي مش لازقة لما تتحرك معايا تبقاش لازقة في السينية بالشكل دوك يعني ايه بفضل احرك فيها شوية شوية لحد لما تأكد ان هي اعراع حمر ونشف معايا كده تبقى ببتدي ان انا اقلبها طبعا الطريقة ديك ان انا بعمل على برضو اللي هو الرؤواء اللي هو العادي اللي هو اليدوي بدل ما تحطيه يعني بالفرن او بالشكل دوك لان الفرن برضو بينشف الحاجة انا كنت عاملها لنفس السينية ديك او نفس الكنافة ديه دوي بس كنت حطاها بالمايكرويف يعني بالفرن وعملتها بالعسل الكولوكوز فكان طعمة صراحة كانت نشفة بس كان يستحسن لو كانت آلي لان الآلي بتحب الفرن وعاوزة برضو عسل الكولوكوز طبعا اللي هي اليدوي يستحسن ان انت تعمليها على المتجاز بحيس ان قلبها يبقى طري معاك ما نشافش معاك برضو او زا ما انت شايفين كده بتأكد انه اعرى احمر ولا لسه او بالشكل ده كانت لسه يعني حاجة بسيطة ببدأ برضو ان انا ادورها شوية لحد ما تاخد التحمير ان انا محتاجاها او بالشكل ده الطريقة دي سهلة جدا وماخدش مني وقت خالص وكان طعمها والله جميل جدا وطريقة جديدة او برضو لو حبيتي تعمليها او بتحبوا مثلا اللي هي الكنفة البلدي هتحسوا الطعمها اكتر من الكنفة اللي هي العادي وهتوفر معاك بالسكر بدل ما تعملي يعني عسل وكده او زا ما انت شايفين كده انا جدت الغطة الحالة ده انه غطة كبير بحيس لما اقلب في الصينية وكمان حرفوا انه هو مسطح مالوش سني يعني يحوش يعني البتاع او زا ما شايفين كده مجالب او الشاكل ده اقلب الصينية طبعا انا هنا علشان ما عندي شي ستاند فبمسك التليفون بصور في بيد والياد التانية بشتغل فيها وبحاول ان اوصل لكم الطريقة بأسهل صورة هنا زا بعد ما عملتها طبعا شلت الصينية وبوزع فيها هنا 3-4 معلق من السمنة بالشكل ده وابدع بقى ان انا انزل فيها الكنافة بالشكل ده طبعا هنا اتحركها بالروحة يمنوش مال لحد لما تزدحلق معاك او بقلب الصينية وكده تبقى جاهزة معاك على الوش التاني وجاهزة على التقطيع والتقديم لو عندك برضو ضيف او حبيتي ان انت تغيري الطريقة هتبقى سهلة جدا معاك وجميلة وموفرة بالسكر وموفرة بالوقت وحاجة برضو طعمها جديد وزا ما انتشايفين كده هبدأ بان انا ايه ادورها على النار هادية لحد ما تاخد التحميلة برضو على الجنب التاني وتبقى جاهزة معايا الطريقة دي جميلة جدا وقربها ان شاء الله هتعجبكم وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس صادرا وليسا امرا وادعموني بالاشتراك لو انت او مرة شوفوا القناة اه ويا رب يعجبكم الفيديو وما تنسوش بقى انتو التدراك والفيديوهات اللي فاتت على القناة ان شاء الله هتلاقف فاديوهك كترة جدا هتعجبكم وهتفيدكم لو انت او مرة يعني تعمل حاجة زي كده وان شاء الله افككم باي حاجة اه اكون يعني مصدر افادة لكم زي ما انتشايفين كده انا ببدأ بان انا اطعب الشكل ده بعد ما اتحمرت معايا وهقدمها على شكل مسلسات علشان هنا معايا الصينية دائرية ويدعو لي دعوة حلوة بحق الشهر المبارك واني يرحم جميع موات المسلمين اللهم امين طبعا انا السنة دي مش هعمل معاكو كحك او بطفور او بس كويت انا كنت عاملة السنة اللي فاتت اتلاقوا برضو باسفل الفيديوهات في القناة وان شاء الله المقادير كويسة ومو هتعجبكم علشان انا عندي حالة وفاة يدعو له ربنا يصبرنا ويصبر كل مبتلة وعلى فوق ما فجادوه ويرحم موتانا وموت المسلمين اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته